التدريب السادس طبعاً وفي قفزة كده في دليل التقويم كان التدريب الثالث وبعد يتدريب السادس على طول فيبدو أنه قد يكون خطأ في ترتيب الصفحات لكن هو عادي تدريب سادس تدريب ثالث مش فرعاً نجي بالليه التدريب اللي بعد يقول لي قال إبراهيم ناجي خلي بالك إبراهيم ناجي ده من أعضاء مدرسة أبولنو ومن المؤسسين لمدرسة أبولنو وصاحب نص صخرة الملطقة قال إبراهيم ناجي رفرف القلب بجنبك الذبيح وأنا أهتف يا قلب التأد فيجيب الدمع والماضي الجريح لما عدنا ليتأنا لم نعد لما عدنا أولم نطوي الغرامة وفرغنا من حنين وألم وراضينا بسكون وسلام وانتهينا لفراغ كالعدم ما التجربة التي يعانيها الشاعر في الأبيات أقول له التجربة كلمة التجربة كلمة مستفزة التجربة التي يعانيها الشاعر في الأبيات يبدو أنها الحنين والعودة إلى أماكن الذكريات والعاطفة المسيطرة على الشاعر في هذه الأبيات هي عاطفة الحزن والألم والإحساس بالحسرة والفراغ والعدم لأنه لم يجد مثلا أحبابه أما الألفز فجأت معبرة قوية معنى هذا الألم مثل الذبيح ومثل الدمع ومثل نطوي الغرام ومثل كلمة ألم ومثل كلمة العدم كل هذه الألفاز جاءت مناسبة لعاطفة الشاعر وكذلك الخيال عندما قال رفرف القلب فيها استعارة مكنية جميلة شبه القلب كأنه طائر يرفرف وعندما قال فرغنا من حنين أيضا استعارة مكنية جميلة أنت أستاذ طب ليه أنت جاوبت السؤال ألف بالطول ده قلت لكم كلمة تجربة تفزة وانا قلت عشان الناس اللي ما سمعتش التدريبات السابقة قلت يا جماعة لما يقول التجربة لو سمحت أجيب الإجابة الأمنة لا تكتفي بمجرد شرح بسيط بل تحدث عن النقاط الخامسة وهي الفكرة والوجدان والألفاظ والخيال والموسيقى بصورة طبعا سريعة مش موسعة أوي لكن عشان تبقى إجابتك إجابة إياه شباب إجابة أمنة السؤال بقى بيقول لي ما أثر العاطفة المسيطرة على الشعر في اختيار الألفاظ أقول له أني عاطفة كارت الحنين والحزن والألم وجاءت الألفاظ مناسبة كالذبيح والدمع وكلمة ألم وكلمة عدم كلها تدل على مدى ألام وأحزان الشعر استخرج من الأبيات لونا بيانيا ووضح وبين غرضه طبعا هنا لونا بيانيا يعني استعارة تشبيه كناية مجاز رفرف القلب بجنبي كالذبيح ممكن تقولي استعارة مكنية شبه القلب كأنه إنسان أو تقول تشبيه حيث شبه القلب مباشرة كالذبيح فأنا أهتف يا قلب يجيب الدمع استعارة مكنية وهكذا من الصور الكثيرة ونطوي الغرام أيضا استعارة مكنية وفرغنا من حنين كل هذه الأبيات أو كل هذه الجمل استعارة مكنية محسنا بديعيا وبين أثره طبعا محسن بديعي اتباق جناز سجع تصريع رفرف القلب بجنبي كالذبيح أنا أهتف يا قلب التائد فيجيب الدمع والماضي الجريح لما عدنا بس عدنا ولم نعد ممكن تعتبر هنا طباق سلب خلي بالك اللي ما كلمة عدنا دي اللي ما مش لم عدنا دي اللي ما دي استفهام يعني فكلمة عدنا وكلمة لم نعد طباق بالسلب السؤال بعد أثره طبعا توضيح المعنى وتأكيده سلوبا إنشائيا وبين نوعه وغرضه مثلا اتأت سلوب أمر غرضه التمني لأن احنا أي فعل أمر يوجه لغير العاقل انتبهوا لو سمحتم أي فعل أمر يوجه لغير العاقل يبقى غرضه التمني زي ما قولي يا سماء أمطري ويا شمس غربي كل هذه الجمل تعتبر تمني لأننا أوجه هنا الأمر لغيري يا شباب لغير العاقل برضو ممكن لما عدنا يدل النبر من الحصرة ومن الألم لما عدنا يتسائل الشعر محتارا متحسرا على عودته لأنه لم يجد لك أن تقول الحيرة ولك أن تقول الألم لا حيرنا الله ولا حيركم ولا ألمنا ولا ألمكم وانتهى هذا التدريب وأرجو أن تكونوا قد استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته